بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الغيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح سوف نتحدث عن موضوع رئيسي وأيضا الحوار المفتوح حول هذا الموضوع وأي موضوع آخر تحبون تسألون أو تحبون تطرحوا بعد الانتهاء من هذا البحث أنوان هذه الحلقة هل سمعتم بفتوى دفن الخمس أو إيداعه والوصية به من واحد إلى آخر حتى يظهر الإمام المهدي فتوى عجيبة غريبة طبعا وأي واحد يسمع بها لأول مرة يتعجب ويستنكرها معقولة يعني أدنى بعض العلماء ما كذا يفتون بأن الخمس روحوا دفنوه مثلا أو ضموه بالبانك إلى أن يطلح ساحب الزمان تقدس مثلا مليارات ومليارات مثلا بعد مليون سنة ما طلع ساحب الزمان أو المؤمن المهدي خملوا بالبنوك ولا تطل أحد لا الفقراء ولا المساكين ولا تحلهم بأي مشكلة هذا الرأي العجيب الغريب كان هو رأي الشيخ المفيد اللي يسموه شيخ الطائفة شيخ الطائفة الاثنى عشرية وأيضا يقال أن هذا الشيخ المفيد كان عنده ارتباط أو تجيه رسائل من إمان المهدي وعدة رسائل مرسعة لو رسالتين طيب هو الشيخ المفيد وتلاميذه الشيخ الطوسيوس المرتضى وغيرهم كانوا يقولون أنه إحنا ما ندري بالخمس لماذا ينسوا به حقيقة؟ يعني عندما هم أسسوا المذهب الاثنى عشري هم أسسوا ذول يسموه مشايخ الطائفة ليش يسموه مشايخ الطائفة؟ لأن هم أسسوا هذا المذهب المذهب الاثنى عشري ما كان معروف وما كان موجود سابقا كان مذهب إمامي المذهب الإمامي كان ممتد إلى يوم القيامة ما كان محدد بـ 12 واحد بس الفكرة أنه 12 واحد سووه هذول الشيخ المفيد الشيخ الصدوق استاذه وتلاميذه وكلا رتبوه واجهوا على مسائل عديدة ما كان عندهم رأي فيها ما يعرفون شي سوهم فيها مثلا التقليط طبعا كان حرام بعد ذلك وصار واجب الآن وكذلك الخمس كان مباح أو إذا ليس مباح مثلا ندفنه أو نضم نفيد واحد بيد واحد نضمه أمين نجمع الخمس ببيتنا بالبنك ولما الواحد يموت يوصل بي شخص آخر أمين يقول لي هذا الخمس ضمه عندك ولما يطلع السحفة زمانا طهية خشغ يعني هذه وبعديا يبقى مئة سنة ألف سنة هما كانوا يتوقعهم طبعا سحفة زمانا ستطلع ديك الأيام قبل ألف سنة يعني ذلك يعني ربما أصدر في هذه الفتوى وهذا التطور في بنية المذهب الـ 12 حدثت تطورات عديدة طبعا المذهب الـ 12 تطور في المذهب الإمامي والمذهب الإمامي تطور في المذهب الشيعي الجعفري المذهب الجعفري لا يعرف نظرية الإمامة مذهب فقهي مثل مذهب أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو المالكي مذهب فقهي مساعدة فقهية بس هناك فكر سياسي يطلق عليه الفكر الإمامي ويقول لي مصادق كانت برق من هذا الفكر وبقيت لأمة أيضا وهي نظرية متهافتة وضعكيكة يعني ممتماسكة في الحقيقة فيها ثغرات كبيرة وواجهت تحديات ووصلت إلى طريق المسدود وانتهت وانقرضت وبادت وماتت فأجيوا بعد مئة سنة ما يعرف بمشايخ الطائفة الاثنى عشرية اختلقوا هذا المذهب وهم في أحضان الدولة العباسية وخدمة لسياسة الدولة العباسية اختلقوا هذا المذهب هم العباسيين هم دور كبير كان لهم يد في اختراع هذا المذهب والاتيان بأحاديث من السنة أحاديث الاثنى عشرية الشيعة ما كان يعرفوها الإمامية إنما جابوها من كتب السنة وطبقوه وركبوها على دولة العمة فصار المذهب الاثنى عشرية هذا المذهب عندما نشأ وكان فيه أيضا ضعيف بعده لا كان فيه شيء اسمه تقليد ولا كان فيه شيء اسمه خمس الخمس ما كان واجب عندهم بعدين وراء مئات السنين اتطورت الأحكام والأفكار فصار المذهب المرجعي المذهب المرجعي ترى هذا مذهب جديد لا هو إثنى عشري ولا هو إمامي مذهب جديد قايم على المراجع المراجع هم قطب الرحة في هذا المذهب وهم ذلك الشيء بنوا هذا المذهب بشيء بنوا هذا المذهب بالخمس إنما أوجبوا الخمس على الناس لازم تعطون الخمس إنا للمراجع وذا قطبوا المرجع آخر ما يجوز وما يصير وأيضا التقليد وأي واحد ما يقلد فأعماله باطلة وهذا يذهب للنار وكل شيء يعني دينا رح يخرج خلوا الناس يلتفون حولهم فصار المذهب المرجعي الآن نحن لدينا مذهب جديد اسم المذهب الديمقراطي هذا لا إثنى عشري ولا إمامي ولا مرجعي مذهب الديمقراطي يقول أنه هو الحاكم إحنا ننتخبه هو يصير إمام علينا أو ولي الفقه مثلا يكون هذا بصفات معينة يكون فقه يكون عادل يكون كذا هذا أيضا هو نفس المذهب الديمقراطي في ولاية الفقه المذهب الجمهوري الإسلامي الدستوري الديمقراطي هذا مذهب جديد ترى مذهب في الأمور السياسية لأن المذهب الإمامي أو المذهب الاثنى عشري هي مذهب سياسية ليس مذهب دينية ولا علاقة بالإسلام يجبون آيات قرآنية وأحاديث ويلزقوها حتى يغطون هذا المذهب ويمشوه وبعدين يصل إلى طريق مسدود ويوقف وينتهي ويخرب المذهب ويروح فخلي نلقي فرد ضوء على آراء المذهب الاثنى عشري الذي كان يقول بأن الخمس مواجب وإذا كان مواجب فهو اندفنه ولا انضمه ولا كثير ما نعرف ما نفعل به يعني ما يستخدمون عقلهم شوية حتى يأطوا الفقراء والمساكين يقول لك لا هذا هاي فلوس ما صح بالزمان فلحن شو نصرف بهن ما عد نقدر نصرف بهن فخلي نضمهن إلى لما نجزح بزمان في البداية احتار الفقهاء في حكم الخمس وقد قال الشيخ المفيد اللي توفى سنة 413 يعني قبل ألف وكسور سنة قال في كتاب اسمه المقنعة صفحة 46 يقول قد اختلف قوم من أصحابنا في الخمس في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريقا منهم إلى مقال كانوا مشتتين فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام الإمام ما موجود حتى نطيل الخمس فإذا الخمس مواجب وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار وأدنا روايات تقول كثيرة تقول الخمس ساقط مو الشيعة هو أساسا يعني هو تأويل آية واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن الله الخمس هو للرسول والذي قربه والذي قربه والذي قربه والذي قربه الخمس الله فرضه بالقرآن في غنائم الحرب مو في المكاسب والشغل واحد يروح يشتغل الناس عمال يشتغلون وتعالوا قطوا خمس للمراجع خمس مواجب الزكاة واجبة الزكاة 2.5% مو 20% الخمس فالخمس أساسا وإذا كان في بعض الروايات من بعض الأئمة من بعض الأئمة لا من الأم علي ولا من حسن ولا من حسين أن الخمس سعطونا خمس أنه من باب التبرع مو من باب الوجوب وساقط وأسقطوها قال أبحناه لشيعتنا حتى هذه الرواية المعروفة وأما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها إلى روايات حديثنا فيها تتم وأما الخمس فقد أحللناها لشيعتنا يعني حتى هذه النواب الأربعة يعني آخر واحد أو رواية تنسب إليهم الشيخ صديوق رويها بعد خمسين سنة يقول أن الخمس سنة حلال مواجب فالشيخ المفيد استعرض مختلف الآراء يقول أيضاً وبعضهم يوجب كنزه كنزول الخمس ضموا إلى أن ما شاء الله آلاف أو مئات أو مئات الآلاف من السنين أو ملايين السنين ويتأول خبراً ورده كله على أخبار يمشون أخبار عجيبة غريبة أخبار غير معقولة وهم مجمدين أكلهم في ثلاجة حاطي يقول أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام وأنه عليه السلام إذا قام دله الله على الكنوز فيأخذوها من كل مكان ويدفنوها بالأرض ويدفنوها الخمس ملاتكم ويدفنوا بعدين المنقبين ويدفنوا أجهزة بيديهم يرحون تشوفون الخمس موجود فبناء على الرواية يقول أكوناس قالوا يا أبي الخمس دفنوا بالأرض وبعضهم يرى صلة الذرية وفقهاء الشيعة على طريق الاستصحاب مثل ما كانوا سابقاً نعملون نستصحب بس ما عندنا دليل عليه وبعضهم هذا الشيخ المفيد يقول وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر لا أضموه حطوه على صفحة لما نطلع الطهية فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره رحموته بعد ما ظهر صاحب الزوان وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته شوف له واحد أمين يقول يا بتر أنا مجمع هكذا فلوس هذه خليها يمك لما يطلع صاحب الزوان والطهية حتى يسلم إلى الإمام ثم إن أدرك قيامه هو إذا الإمام ظهر في زمن هذا الوصي إذا ما ظهر وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة نفس الشيء ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان إذا كان لألف سنة إذا الناس كانوا عمزين بعد فتوى ألف سنة يعني كم واحد صار لدينا مثلا ثلاثين أربعين خمسين شخص مثلا على كل لواحد يوصي إلى الآخر واحد يوصي إلى الآخر والفلوس تتجمع وين يضعوهن؟ ولازم الحرابين لا يسمعون حتى يبوقون الفلوس ويسرقوهن وهذا القول الشيخ المفيد هذا أنه أحد يضم الفلوس يقول وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم لا تدفنوه ولا تطول الفقراء ولا تطول المساكين ضموه الفلوس الخمس ضموه وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ليش يا أبي يا شيخ المفيد؟ ليش قاعد تفتيها الفتوى هاي؟ يقول لأن الخمس حق لغائب هذا الإمام غائب وإحنا لم يرسم فيه قبل غائبته رسما يجب الانتهاء إليه ما قال لنا ما يفعلون بالفلوس هذه فقال يا أبي نعرف هاي فلوس ما صاحب الزمان هو طبعا صاحب الزمان ما عنده دليل على وجوده هو مفترضة فرضية فرضية فلسفية وهمية خيال ما على حقيقة وعلى هاي فرضية ديت الفلوس للفرضية شعفين كيف حقل؟ يقول هذا صاحب الزمان ما قال لنا ما تفعله بالفلوس؟ طيبو أنت جاعتك رسائل من الإمام هذا تجاب لك رسائل لروح السئلة يا أبي شنو سوى يعني شنوى بالخموس؟ كل حكي مصفق يعني ما كو شيء أدلة شرعية واضحة فوجب حفظه إلى وقت إيابه كأن فترجان رايح مسافر وراح يرجع فوجب حفظه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يؤدم عند حلولها ومستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها يقول إذا وجبت علينا الزكاة وماك فقير بالبلد شنو سوى إحنا؟ أنظم الزكاة لما نلقى نفت فقير نطهيها بعدين ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الأملاك ويجب حفظها بالنفسي أو الوصيتي إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف هذا رأيي لي من إلى الشيخ المفيد اللي هو يعتبر شيخ الطائفة شيخ الطائفة وبالعقلية كيف نفعل طائفة هذه؟ لا أدري والله وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلين ومساكنين على ما جاء في القرآن لم يبعد أصابته أصابته الحق في ذلك بل كان على صواب له نصف الفلوس يضمهن ونصف يصدق بهن على السادة وإنما اختلف أصحابنا إذا واحد يسأل يقول لي لماذا أصحابنا كل ذلك مختلفين ألا مع الشيعة في القرن الرابع والخامس وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الألفاظ ما عندنا شيء فتوى صريحة أو حديث صريحة وإنما عدم ذلك لموضعي تغليظ المحنة هذا قامت فلسفة يحكي من كيفها مع أقامة الدليل بمقتطل عقل في الأمر من لزوم الأصول في حظرة تصرف في غير المملوك إلا بإذن المالك وحفظ الودائع لأهلها ورد الحقوق هذه مسائل شخصية واحد حقف الإنسان يضمه لما يجي انتهي أنت مسوي فلسفة نظام حكم وإمام الله معينه وهذا الإمام معصوم ومع أي من قبل الله وكذا وكذا وبعدين هذا الإمام ما موجود وما قال لك ما سوى بالخمس وأنت حيران طيب أنت فكر بالمجتمع المجتمع بحاجة فيه ناس أغنياء وفيه ناس فقراء على فرض وجوب الخمس مثلا أو وجوب الزكاة حتى أنت فكر أنه هذا المجتمع تحتاج تدوير المال في أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها الفقراء وحل مشاكل للناس أموما فأنت قاعد تفتيل هكذا فتوى تقول له الخمس ضموا ولما صاحب زمان وطهياء هذه فتوى عجيبة غريبة ولكن العلماء أسألنا نجي نتحدث العلماء شوية شوية شافوا هذا كلام ليس معقول طبعا ما مبني على الدين ما مبني على آية القرآنية ولا على حديث نبوي ولا حديث من أهل البيت إنما يعني هكذا الناس يسوون فتاوى وحتى الآن ترى الأموال الكرام كثيرا ما يختلقون فتاوى من أدهم ما بأي مستند أو مخالفة للقرآن مخالفة للعقيل مخالفة للمنطق مخالفة للمسطحة العامة ويقول لك أنا مرجع وقعت الله ومحد يحكي إياه وهو ما أدى ويلاحظ أن المفيد يكشف عن الحيرة في موضوع الخمس والغموض الذي يلفه ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحة من الإمام المهدي أو غيره حول الخمس في أصر الغيبة وهو ما أدى إلى عدد من الأقوال الغريبة المنافية للعكل والقرآن من كبير إسقاط الخمس أو دفنه في الأرض أو إلقائه في البحر بعض أو عزله أو الوصية به إلى يوم ظهور المهدي وهو الرأي الذي اختاره المفيد وقد اتخذ الشيخ المفيد هذا الرأي اعتماداً على التزامه بنظرية التقية والانتظار للإمام المهدي الغير نحن نسوي دولة ولا حقومة ولا ثورة ننتظر رقوة تشكل رحنام بالبيت التي كانت تعني تحريم إقامة الدولة في أصر الغيبة أو القيام بمسؤولياتها ومنها استلام الخمس وتوزيعي ماذا يدرش يسوي به؟ وقد أيد الشيخ الطوسي في المبسوط عنده كتاب اسم المبسوط رأي الشيخ المفيد هذا أيضاً نفس الشيخ قال وعزى اختلاف الشيعة في حكم الخمس في عصر الغيبة إلى عدم وجود نص معين قال ما حدنا نص يسوي انتم وشوف الحراف يؤدي إلى الحراف البدعة تؤدي إلى بدعة الخرافة تؤدي إلى خرافة الأسطورة تؤدي إلى أسطورة وانحرافة إلى إنحرافة يعني من البداية إنحراف حدث عندما أجه وفترطة في الإنسان ما موجوده هم يقولون ما أدنا دلة على ولادته وأبوي يقول ما عندي ولد ولا هو عنده ولد وهو هذا أمام وهو غائب قاموا يقوموا يقومون يومين يقومون فلد اسطورة فرضية على فرضية فشوفوا أين وصلوا وصلوا أن الخمس كلها جيبوه جمعوه وضموه حطوه مثلا فتقاصة أو مخزن جمع فلوس الشيعة كلها مثلا فترضوا بالملايين بالمليارات تحت الصير وضموها ألف سنة ألف سنة ألف سنة في النهاية إلى تحليل الخمس للشيعة الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة أيضا قال الخمس مباح محلل في حال الغيبة في الأمور التي لابدة لهم منها من المناكح يعني الزواج والمتاجر والمساكن هل ترون العلماء يأتي عليكم حتى الأطر الزايد الكتاب المشتري باقي عندك سنة لن تخبص عليه الأثاث المشتريين لن تستخدمها يبدأ أسرور الناس عصر حتى يطلعون الخمس من أدهم وكل هذه الأشياء من أدهم لا يوجد أي دليل عليها ورفض التصرف مع عدى ذلك وذكر اختلاف أقوال أصحابنا في حكم الخمس في الكنوز وغيرها قال الأهمية العلماء مختلفين وذلك لعدم وجود نص معين وقال لو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المتقدم ذكرها من الدفن والوصاية لم يكن مأثومة يعني نحن لازم نشكوا بعقلهم ذوي العلماء بعقل الشيخ المفيد وبعقل الشيخ الصدوق كانوا أقال فعلاً ما يعرفون مقاصد الشريعة ما يعرفون أهداف الدين ما يعرفون الحياة وين كان عايشين فيها مجتمع هناك ناس حواليهم في ناس فقراء ومساكين ما يشوفونهم ما يجون يعطون دول الفقراء ومساكين وطوهم الفلوس وكذا لا هو بعقله ما يعرف شوان مفكر وواصل للتاعج معينة ويفت بيها يقول إذا واحد راح دفها الفلوسة أو وصى بها وصى بالفلوس لن يكن مأثومة وهذا كله من واضح أن الشيخ الطوسي قد بنى موقفه على أساس الظن والتخمين أو الاحتياط كما بنيت الأقوال الأخرى على ما يشبه ذلك ولم يكن يمتلك نصر معين كما يقول يقول ما عندنا مسيرة طويلة من العلماء ألف سنة صاروا يجون بعض العلماء شوية شوية أما يقول الخمس لا ندفنوا أجيبوه مثلا أنت وزعوه بعدين قالوا تعالوا العلماء أعرف وين وزعوه بعدين قالوا العلماء يعني لازم تطول هذا صار التقليد عندنا بعدين قبل مئة مئتين سنة التقليد واجب لازم تطول المرجع وتطول هذا المرجع اللي يتقلدوه حتى ما يجوز تطول مرجع آخر شوفوا يسألون براجع انتو ولي يجوز هذا الخمس أنا أقلدك رو سأسألهم فهموا مثلا احنا أقلدك إليك وهذا الخمس نطيفة واحد ثاني أو لقيتنا فقير وردنا الطهياء قلت لا ميسر لازم تجيب إليه وهذا مو مقبول السيد حسن الكشميري الخطيب المعروف النجفي في أحد كتبه يقول الشيخ الوائلي رحمة الله عليه أخذ فلوس من أيام تصفير العراقيين سنة 1980 لما صدام سفر ناس من العراق وناس شرب دولاجئين إلى سوريا وكذا الشيخ الوائلي كان يقرم ذلك بالإمارات والكويت فأخذ فلوس من بعض الناس أخماس أخذها 10.000 دينار وقد وزعها على الفقراء المحتاجين في سوريا بعدين كتب السيد الخوي أخذ فلوس وقد وزعتها قال لا هذا من عندك أو من عندها ذاك أو أعطى فلوس سأسأل السيد الخوي قال أنا أعطيتها للوائلي حتى وزعها للفقراء قال هذه هي هدية من عندك التمطيها ما أعتبرها من الخمس ولازم أنت تدفع لي من جديد قال لي أعطيتها للفقراء قال لي لا ما أخذني يعني يدققون إلا تجيبها إلى وأنت وين تؤديها بعدين ما عليك لا تسأل ما أخذك ما أخذك تسألني وين أؤدي الفلوس فأدن بالشكل مراجع الله يرحم السيد الخوي أيضاً هذا كان يشدد فيه هو وغيراً ما يقبل واحد يروح يعطي الفقراء يقول له أنت أعطيتها من عندك أنا ما قلت لك ما أعطيتك إجازة فلازم تجيبها إلي الآن كل الناس يقولون خلص سيد السيستاني أي واحد يروح له يقول له أنت رح وزع الخمس أنت شوف فقراء أعطيهم صحيح في بعض البلاد مثلاً في العراق هذا الكلام المعروف ولكن بالتالي سيد السيستاني ميجانيته سنوية على أقل تقدير 350 مليون دولار الوكلة والمدارس وطلبة العلوم الدينية والمؤاتم قدم مؤسسة مؤسسة بخمة 350 مليون دولار حسب ما أنا قدرت في يوم من الأيام حسب ما مكتوب في المواقع معلتهم طيب إذاً إذاً يأخذ خمس من بلاد أخرى ليطوا خمس يعني مو فقط في العراق الناس الفقراء اللي يقولون لا تجيبون خمس إليه أكو ناس يجيبون خمس ويجيبون الله أعلم كيف يجيبون وما نعرف كيف يجيبون لأن ماكو حساب وكتاب وماكو صادر ووارد والناس يطلون للعلماء والعلماء باعتبارهم مقدسين وأدقياء وورعين هم وجماعتهم وكل من يرتبط بهم بالمؤسسة بها مثلا 10,000 واحد يشتغلون بالمؤسسة مالتين هؤلاء كلهم محصومين محصومين أصلاً من لا يسرقون ولا ينهبون فلس واحد ما يأخذون زائد لذلك أنت لا تحاسب العلماء أو تحاسب الشيخ تقول لي بالله أطلتك هكذا فلوس أنت وين وديتها مثلاً شون صرفتها عندك حساب وكتاب عندك دفتر اشقد يدخل بالحساب وشقد يطلع ووين يروح استفتهمنا المرجع شبه معصوم على قولة بعضهم يعني بقيت الناس على الناس الحوالين الحاشية والمكاتب والموظفين والمكاتب في كل مكان هذول كلهم يصرفون فلوس المرجع ما يدري اشقد داخله واشقد يطلع من عنده ماكو حساب كتاب يعني هذي ايضاً فت مشكلة حقيقة و يعني تقول لك هولا التقليد صحير يعني فوق فوق المعروف فوق المفروض يعني يكون يعني التقليد هو التقليد حرام لانه التقليد بدون دليل يعني تستشير عالم ايه صحيح عندك مسألة غامضة عليك ما تعرف حكم و الشرعي شنو يمكن تستشير اي عالم اي عالم مو واحد تلزق بي لزقة اي عالم تقول لها شنو رأيك فيها المسألة اذا جاوبك قل شنو دليلك وبعد ذلك اذا اقتنعت بالدليل تعمل بالحكم اذا لم تطعك دليل وسكت و قل لك لا خلص قد يكون الفتوى مالته مخالفة للقرآن الكريم مخالفة للعقل مخالفة للمنطق مثل هذا الشيخ المفيد لما يجي قل لك روح الفلوس ولكن هو الشيخ المويد هو يقول لك ما عندي دليل بس دي يجيب قياسات ويجيب كذا اجتهادات باطلة يجتيد اجتهادات باطلة والان علماءنا الكرام ايضا يجتهدون اجتهادات باطلة كثير من اجتهاداتهم ما مبنية على دليل اجتهادات يعني كيفة على الظن والتخمين الدين ما ينبني على الظن والتخمين الدين ينبني على آيات قرآنية صريحة و أحكام واضحة و أحاديث دبوية إذا تفصل الأحكام الشرعية أيضا تكون متواترة و قوية و صحيحة و معروفة مو يشكل نبني ديننا و عندما نمشي بهذه الطريقة يوميا العلماء يسمونهم علماءهم الله و أعلم معممين أو هم يقلدون الآخرين يعني ستشوفوا ألف سنة من علماءنا يقلدون الشيخ المفيد في كثير من المسائل في المسائل العقائدية خصوصا حسنا في هذه المسائلة مثل الخمس لا شايفين مصرف هذي فما يأخذون بها يأخذون و يقولون لا أعجيب الخمس إلي أو أعطيه المرجع فيها مصلحة يعني سوت كيان إليهم وهذه المصلحة يعني شوفوا الشيخ المفيد مثلا يجاح تشتهد تشتهد أنه الحمس مخاف واجب مواجب وحلال ما سوه فيه دفنه وظمه ظل حيران عشرين مسألة أكون بهذا الخمس طيب يقول فجري وبعد ذلك يجتهد في الإمامة قال يابه يابه يمهدي مولود و موجود و غائب هذا مجدد هذا لا يقِطئ ليس لديه يقِطئ و يقين قلت لديه المساس يرى متى الإمامة واختلق لفد إمام وبعدين لما اختلق ذاك الإمام خرب دينه في كل شي دينه خرب بعدين الحدود لازم نعطلها الزكاة مواجبة السلاة الجمعة مواجبة خربوا الدين كله بهالاجتهادات الباطلة والآن أيضا ما احترام للعلماء بعض الناس يقولوا تشتون تنتقد السيد السلستاني السيد السلستاني هو لو ما هو كان داعش طابين على كربلا وقاتلين ناس وصابين ناس طيب احنا نشكر السيد السلستاني على فتوى طبعا نشكر آخرين أيضا نشكر المنظمات المقاومة اللي قاومة داعش قبل ما تصدر الفتوى نشكر الجيش والحجد الشعبي والمقاتلين اللي راحوا وقاتلوا ونشكر جميع من ساهم في مكافحة داعش ونشكر أيضا المرجعية والسيد السلستاني ولكن لا يعني أنه هذا كل فتوى وكل مواقفة صارت كأنها موحة بها ومنزلة من الله وكلها صحيحة 100% لا يمكن نحنا نأخذ نعطويا ناقشة يعني علاقتنا مع المرجع الله يطول عمر السلستاني الآن بس السلستاني يروح يجي واحد آخر مثلا من يعرفه من يجابه ومن يوده ومن راح يجيبه وشون الشروطة ويفتهم لو ما يفتهم عالم لو معالم مجتهد لو مقلد عقيدته صحيحة لو مو صحيحة عقيدته من عقائد الغلاة المفوضة المنحرفين والعقيدته صحيح من أنت مثل أهل البيت ما تعرفون الناس ما يعرفهم مرة واحدة يطلع واحد يسوي له دعاية وصير آية الله العظمى والمرجع الأعلى وكذا بعد أحد ما يتمكن يتكلموا إياه ولا يقدر يناقشه ولا يقول لها الفتوى ما أنتك شنو هذا الموقف ليش بتخذه هذا الموقف ليش ما بتخذه أيضا احنا عدنا قضية يعني الآن احنا ما عدنا بالإسلام في شيء اسم مرجعية دينية عدنا علماء بس مرجع ديني هو مثل الكنيسة البابا مثلا ما عدنا بالإسلام الشكل ولا عدنا بالتشيئ أنه واحد إمام يسير المرجع مثل إمام صاير هذا مذهب جديد أدنى المذهب المرجعي المذهب المرجعي المرجعي هو مقدس شبه معصوم أو فوق المعصوم حتى الأئمة المعصومين الأئمة اللي كانوا يناقشوهم ويسألوهم ويتحاورونوا إياهم بينما أحنا المرجع وخلص ما يمكن أي حد يتكلموا إياه هذا المرجع إيسا صاعدنا في شيء اسمه مرجعية المرجع الأعلى للطائفة الشيعية هي شيعة مو طائفة شيعة عزب شيعة تيار في رمير الأمة في كل مكان موجود حتى عند السنة موجود التشيئ لأهل البيت وحب أهل البيت واتباع أهل البيت مو مقتصر على من يسمون أنفسهم مثلا شيعة عشرية لا التشيئ عم وأوسع موجود في ضمير الأمة الإسلامية الآن صاير في شيء اسمه الطائفة الشيعية هذا المرجع مرجع الطائفة الشيعية يمثل للأساس يمثل الإسلام ويمثل مذب أهل البيت يقولون الإمام علي في وسيطه كون للظالم خصما وللمظلوم يعونا والنبي صلى الله عليه يقول المؤمنون كالجسد الواحد إذا تداء إذا مثلا تألم فدأظه وتداعى له وسائر الأعضاء للسهر والحمى يعني الأمة الإسلامية لازم تتكاتف وتتعاون ويحسون بآلام الآخرين طيب من يمثل هالقيم الإسلامية يمثل العالم اللي يقول أنا نائب الإمام أنا مثلا في محل الإمام جالس طيب أنت في محل الإمام والإمام على الأساس في محل النبي أنت ما لازم تهتم بأمور الأمة الإسلامية تهتم بأمور العدل الحرية تحارب الأدوان في أي مكان تحارب الظلم اللي يصير هنا وهناك تحارب الحروب الظالمة تطالب وقفها على الأقل الآن حرب اليمن كل العالم زي يطلع وده يشوف ويش ده تجري من المعاسي اليوم شوف الصورة حقيقة جدا مؤلمة امرأة شابة هذا الطفل الرضيع وما عدا حليب لا في صدرها ولا في تشتري حليب حاطة أصبحها في فم ابنها الطفل وهو يرضى أصبحها وقعد تبكي والدموع تخر من عيونها زي هذا المنظر يشوفوا المراجع يشوفوا سيد السستاني يطلع عليها ما عدا حقيقة شنو موقفة ما يهتز ضميرة ما يهتز يعني ما يتألم لها الحالة ما يطالب ما يقول يا أيها المجرمون أيها المعتدون أوقفوا حربكم أوقفوا أدوانكم على اليمن شوفوا العالم كله الآن يطالب بإيقاف هذا الحرب وطلعت مظاهرات بغداد يوم الجماعة الماضي وناس شيوخ أشاير ومع أممين ونساء وشباب وجنود وناس عاديين طلعوا طلعوا وقالوا إحنا نطالب بوقف هذه الحرب العدوانية طيب المرجعية وينها المرجعية ليش ساكتة شنو شنو الدور المفروض بالمرجع يأدي المرجع هو فقط مرجع العراق لو يقول أنا زعيم الطائفة الشيعية وأنا عالم إسلامي العلماء المسلمين في كل مكان ما عليهم واجب يحارب الظلم والعدوان ما يجري في فلسطين ما يجري في اليمن ما يجري في البلاد الأخرى ليش ساكتين شنو منوا المقيدهم منوا فرض عليهم هذا الطوق وقالوا ما تطلعوا رجليكم من هذا الخط اللي نخطحه عليكم ليش من شكل خافي أنا حقيقة دعم لأفكر أقول ليش المرجعية بالنجف خايفة وساكتة وساعد دحلقها وما تتكلم وتمنع أيضا في أيام زيارة الأربعين ممنوع ممنوع واحد يطلع يرفع راية أو يرفع علم أو يرفع يهتف لي مثلا قضايا المظلومين هنا وهنا لماذا هالمسيرة المليونية يتفخرون بها جاءين عشر ملاعين واحد 20 مليون 15 مليون راحوا وإجوا وكل شيء أكله وشربه وكذا تم نقيمه ورجعوا لبيوتهم شو اجتفدنا يعني شنو حرقنا من الواقع شنو سواني للحسين حقيقة من الواقع من الواقع كل يوم من عشراء وكل أرض كربلاء ما هاي اليمن كربلاء موجودة كربلاء جديدة ليش احنا ما نتعاطف معاهم بكلمة هاي المرجعية مالتنا هسا خلنشوف إذا بقى وقت نشوف أسئلتكم ونشوف اللحظاتكم طولنا عليكم شوية مثل ما يقلون تلك شكشقة هادرت ثم قررت خلنشوف الأخوة اللي أبو قاسم الطائي يقول لي وأنا لحد الآن لم أفهم توجه الأستاذ أحمد هل هو شيعي أماذا أتى أول مرة أفهم شون التسيئ رح تفهم عنه شنو التسيئ الميت أو التسيئ الحي التسيئ الإمامي أو التسيئ الجعفري التسيئ المرجعي أو التسيئ الديمقراطي أي تسيئ التسيئ علوي حسيني أو التسيئ مثلا صفوي إذا أفهم أدرس التسيئ جيدا أدرس تاريخ التسيئ جيدا تعرف أنا أي شيعي أبو قاسم الطاعي أيضا يقول والنعم بالله لكن هذا واقعنا فنحن اليوم سنة وشعة والبعض راحل هذا بعد ما قدرت أتابعه علي حازم يقول إذا كان الكلام يخالف كتاب الله فالنظر به عرض الحائط وإن لم يكن خالف يعتبر هذا ما عمر الله به ورسوله سواء كنا سنة أو شعة لأن روح الفكري الشيعي هو نصرة المظلوم أحسن الأخ أبو علي الأسدي يقول أبو قاسم شلامون عليكم إن كان شيعي أوسني ما الفرق يجاوب الأخ علي حازم إذا كان الكلام ممكن مصطفى المحمدي ممكن صعدني معك البث أنا بالحقية كما أتمكن أتحكم بالرسائل الجاية هنا معذرة لأنه عندي صفحتين وصفحتين فيها أيضا كثير من الأخوة يجون يسألون وبسرعة كان شجاعا في كشف الأقاول والروايات والاجتهادات التي لا تستمر إلى نص قرآني إسماعيل جاسم جعفر حمود يقول الخمس يوزع الفقراء والمحتاجين وهناك مشاريع إنسانية كثيرة لخدمة المذب عجل اللهم عجل وليك الفرج هبا نجم وله كتاب الإمام المهدي يقع متحدث عنه الإمام المهدي حقيقة تاريخية انفرضية فلسفية وهو كتابه نرعي هبا نجم الزبيد شكرا هذا حسن ظنك والمرجع يكنز أقارات وثروات وأملاك تضاحكا على ذقون القطعان المسيئة تقول الأخوة هبا نجم الزبيدي ريتان دياري تخصص بث حول التاريخ وبداية التدوين لسيرة والفتاوى وكل ما يخص تاريخ بدء التدوين ريتان دارايل فهدي الفهدي والأستاذ أكيد يوديهن لند هبا أيضا تقول صح هذا الكلام مؤخرا بعدما الناس صاحت أين فلس الخمس والعراق ممدوء فقراء ومحتاجين محمد الصافي يقول كلام الكاتب صحيح لا غبار عليه تاريخيا وفقيا وواقع حال كذلك نياف أو نايف مصد كذا يقول مال سائب فهدي الفهد يقول مؤسسات في لندن أبو جعفر هذه الفتاوى القديمة كانت في زمانهم مقبولة كان المرجع يأخذ الخمس ومعه الحاشة فيلقيه في البحر وهي أموال طائلة أو يدفنوها بالليل ويرجعونهم يقولون الحمد لله أفرغنا ذمه ونفس هذه الفتاوى في زماننا الحاضر هي مقبولة لكن بعد فترة من الزمان تبين فسعدها يعني الفتاوى اللي هي مقبولة في زماننا بعد فترة سيشوفون الناس أيضا يرفضوها يطير تطور دائما هبا نجم الزبيدي تقول أيضا صح المذاهب أساس من شئها سياسي وليس ديني فرات الروح يقول ما هي المقاومات أو الخطوات الأساسية ليصبح المرجع بدرجة الأسماء ويخول بإصدار أحكام وفتاوى مكئي أساس كل تخمين وكل ظن وكل اجتهادات كيفية حقيقة أبو مختار الغزي يقول أنصحك قراءة وصية الإمام العسكري أنصحك المتابعين لهذا الخرط ما عجب الكلام مراجعة الوصية للإمام اللي تبين زيف ابن لندن طيب قلت أولا شو عرفت إمام العسكري عنده وصية الناس نسبوها بعدين أولا مئات السنين يجوا قلو لك فت كلام صدقته بسرعة حمودي الملة يقول أحسنت يا محارب هبة أيضا تقول تبت وبئست ضمائر التي لا تعرف الإنسانية ولا تعرف تقيمة الإنسان حسين عساف يقول كنا للظالم يخصما والمظلوم يعونا أين الحوزات الشيائية ووقوفها مع نظام الإجرام في دمشق من هذه الوصية فرات الروح يقول بهتش أمور المرجع يصير ديني موسيا أيضا على فكرة أبو مختار الغزي الظاهر حضرتك متعرف فستال أحمد كان أحد طلبة الحوزة الذي ندرس فيها وراءه حقيقة زي على أي حال يعني كلام كثير وجدال كثير أيضا نجي على أخوة من هنا أيضا في هذه الصفحة عبد العزيز والناس أقول ما رأيكم بموسوعة الإمام المهدي للسيد الصدر موسوعة تجمعية ما بها أي البحث ولا نقاش ولا دراسة ولا تحقيق هو يقول في المقدمة يقول هذه كلها روايات صارة ضرورية وبديهية وعني يحتاج التعب نفسي حتى أبحثها فتجميع للترافة مثل البحارة العنوان شلون جمع هذا مجمع كذا سواء ويحتاج أن أكتبت لرسالة في حياتها الله يرحمه في سنة 93 فقلت لهذه القضايا لازم تتحقق فيها وتتقر لأن أساس فكرة وجود الإمام الثاني عشر هي فرضية مخالفة للشريعة ومخالفة لأهل البيت ومخالفة لوصية الإمام الحسن العسكري وتأكيد أنه ما عنده ولد محمد علي يوسف ما موقف أستاذ أحمد عن ولاية أهل البيت عموما ها تحدثنا بأمس لو تراجع حديثنا بأمس يعني يمكن مفصل على الدين الخرسان المرجعية الشرازية صاروا أثرياء جدا من أموال الخمس وفاتحين 15 ألف قنات ومع المرجع الآخرين يعني ما فلوسهم قليلة يعني أو في حساب وكتاب عندهم ما في أحد أعطوني مرجع عنده دفتر يقول لك إشقد دخلا وإشقد طلع من عنده وورعوا الفطارك إشقد يقولون إشقد صرفنا عادة يقولون إشقد صرفنا إحنا إشقد صرفتوا هذي محسوبة أنتوا يمسون دعايا وإعلام 350 مليون أدكم 100 ألف طالب ألم في إيران وفي العراق وفي العالم وذول عندهم رواتب درجات المبتدئ عن دراتب واللي مخلص مثلا مستوى معين عن دراتب والأستاذ عن دراتب وآية الله عن دراتب وإعتكم ألف وكيل بالعالم عقل شي يعني وإعتكم مؤسسات وهاي بها فلوس وميزانيات قاعد صرفون 350 مليون دولار إشقد جدتكم فلوس قلونا إشقد إشقد جدتكم فلوس أنتوا يعرفوا أنت أمين أي مرجع يقول أنا مرجع وتجي فلوس خليه يفترض نفسه وزير أو رئيس دولة أو رئيس حكومة لما أكون ميزانية بالبلد قاعد تجي وتروح ما يعرف بوين الفلوس تروح ما هو مسؤول عنه ومكيامه والله يسأله يقول لي أنت شلون رئيس جمعية أنت خلنا نفترض رئيس جمعية ما لازم يعرف إشقد طبت الفلوس عنده وإشقد راحت ومن ذا يلعب بالفلوس ومن ذا يسرقها عبد العزيز والناس يقول ممكن تحدد وقت للبث حتى نعرف ونستفيد من النقاش في الحقيقة أنا ظروفي وحدي أرتب الأمور وظروفي تختلف يمكن يجي نظيف مرة واحدة ما أقدر يعني أعتذر من عنده أو أطفال موجودين في البيئة يلعبون يروحون يجون فمو دائما الأمور بداية حتى أقدر أتحكم بالبث لذا كنت شوف في الوقت أحيانا أطفال بالمدرسة الصبح أني أستغل الفرصة أو وقت متأخر باللينامين أو يعني فمعذرة اللي ما أتمكن أحط موعد لي هذه أخت تسأل أو أخ يقول فاهم تقالى يقول أنا قاري كتبك بالانجليزي كاتب وأريد أن أقرأ كتبك الأخرى بالانجليزي فأنا مع الأسف الشديد ما هو مترجمة إلا كتابك واحد اللي هو مترجمة ضعيفة أيضا التطور الفكر السياسي الشيعي من الشراء إلى ولاية الفقير هذا فقط مترجمة شوية فنحن نطور عليكم أكثر قريب أكثر من 3-4 ساعة صار وإلى اللقاء آخر معكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا